السلام عليكم شباب كيف راكم احوالكم طيبا اتمنى تكونوا ياربي كاملين بخير نتمنى اول انتحانة تكونوا دازوم زيانين اليوم انتلقى في درس الجديد اللي هو درس الكتلة اول حاجة كيف مادرنا بنسبة لفولو بنسبة للمصطلح كتلة او مقدار هذا المقدار الفيزيائي سوف نحاول التعرف بهذا المقدار سوف نحاول التعرف على أحداتي كيسان للمصطلح السوري العدنا بتحويلات الوحاداتي كيفية مادرنا بنسبة للمصطلح Gotta проход hazمه التعرف yourself الإنسان إلا بالغامل إلا من الماس سيطرح طبق العامل سيطرح إلا إلى من الأساسية الماسية وكنكو بشأن يتبع إلا من الماسية يناول أن الماسية يتبعون الجسة الماسية بيانا إنه في المأساس ما أعطناه هذا الجسم يكونوم quéィ estكون من واحد مادة مثلا خديد وجسم كي تكون من كمية مادة اكبر يعني من نفس المادة مثلا حديد حتي fame صغير للحديد وجسم اكبر من ديل نفس المادة الحديد يعني thenbout cheese teda jobs أو كميات المادات fat chicaux5 جسم Collier الشكل أكبر الروقه الماس أو الكتلا blonde Security الجسم 2021び ستكون اكبر من كتلات الجسم الأول يعني أنا الكتلا تتعلق كمية المادة موجودة في الجسم كل مكانت كمية المادة اكبر كل مكانت كوتلاته اكبر بيانسور هي عبارة عن مقدار فيزيائي مزوراب يعني كم با مزورة نقدرون نقيسه بسيعمال بيانسور كنعرف ان الميزان هو اللي كي تستعمل لقياس الكوتلة يعني دابري نطران في كوصيدية كنعرفو ان الميزان كنعرفو ان الميزوجود لكيس الكوتلين يعني عند الكدار او عند البقال يعني كم لقياس Burada تشكر فيين Tigers كم، لكن الكي Hollowляется ومن Folasonable's سمكون لقت favors كيводة باراي لترة كيله هل تآخي politicول ويرسا 오른 لمقة لدي لطول sunscreen يعبر الأن رمي دقلي قاله 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 وق Pere قاله لان seperti به writer توق hayır ذو cin ص مثلا تمانية فاسيلة اربعة طن. غنكتبو العدد الصحيح اللي هو تمانية في الخانة ديال الطن. تعطينا هنا تمانية فاسيلة اربعة. اذا بغينا نحولوه الكيلوغرام غنضيفو جوز ديال الاسفر. غن تعطينا 2400 كيلوغرام. هندي 1112 غرام. غن نديرو العدد الوحدات في الغرام. يعني ستعطينا هنا اثنان واحد واحد واحد. غن نحولو الكيلوغرام. غن نديرو هنا الفاسيلة. وبالتالي ستعطينا واحد فاسيلة مئة واثنان عشر. غن نديرو العدد الرقم الوحدات اللي هو السفر في الميليغرام. غن نحولو الغرام. غن نديرو 0.34 او 0.34. ثم عندي العدد الاخير 2.2 كيلوغرام. صحيح اللي هو هاد اثنان. غن نحطوها في الكيلوغرام. هنا اثنان فاسيلة. hن نحولو هالجرام. يعني نديرينو صفرين. غن تولي عندي 2200. او 1200. غرام. لان غن نمشيو للانستريمنة ميزور او جهاز القياس. كما كتشوفو هنا. عندنا دو تيب ديالنبلس. وعن التريمنة الميزور. هو الميزن. وعننا. جوز يالانوائر. الميزان الاول تسمى ميزان الكفتين اللي كونه يحتوي على الكفتين والميزان تاني سيتشوين بالانس إلكترونيك يعني نماريك هاد الميزان هادا دروري ملي كنستعملوه كنستعملو مع هل الماس ماركي هادو وكعندو واحد لقوي واحد الإبرا بالوسط هيا اللي كتعطيني انديكاشن كلا بالانس إليه عن إكيليبر يعني كتبليه أن الميزان في توازن بالنسبة لبالوس إلكترونيك كيكون من هنايي أم بلاتو يعني حسى هادا عندو هم بلاتو هنا عندو دو بلاتو هنايا وبنسبة الميزان إلكتروني عندنا هنا يأن نكرون عندو دي بوتا prosperity關ي كيكون عندو بعض الأزرار غالبا كيكون عندي الزر ديالتشغيل كيكون عندي واحد الزر اخر دولا يعني البوتاو ديالاميزان يعني اللي كنسميوه سو كن appelle لبوتون تاغ كن كسب علي دائما تاغ لبوتون تاغ كي فى لرميزة 0 يهو اللي كرجالينا لإندكاشن آ 0 يعني النا هاد البوتون هادا إلا كن عندي شي رقم هنا أفشى sur l'écran و بغينا رجعو السفر يعني لإندكاشن رجعو السفر كندغطو على لبوتون اللي كن كسب علي تاغ 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 alors هنا غادي نبشيو لال طريقة دي الميزور دانسولي 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 إلا بغينا نديرو للميزور بغ ينبشيو مثلا هنيا دوكيومو اول حاجة كن بدو بيها هو أن نخس نتقدو أن الميزان إلي اون اكيليب افيد دانسولي خسي يكون ميزان قبل ما نوضعو في حتي شي حاجة فل بلاتو بزوج خسي يكون عندي لإكيليب وباش خساتكون هنا او ميليو خساتكون خساتكون رأسية أبخي شنو كنديرو أبخي كنديرو الجسم دينا في دون بلاتو في البلاتو الأول شنو كيوقع لنا هنا ما كيبقاش عندي لإكيليب كيختال عندي التوازن كما كنشوف هنا الإبرام كتميل هاد شعل كنحاول أننا نرجع التوازن البدئيب بوضع الكوتان معلمة في الكافة الثانية هنا كنوضع الكوتان معلمة حتى يرجع لي الميزان في توازن هنا كنكون قدرت نحسب أو نقي سكتلا ديال هذا جسم هذا كيف كنحصل عليها كنجمع هاد المسمار كي حتي في البلاتو و هاد هي لمس دو دو لبجي دو مشيو للا بسرباسيون للا كسيون الاغم سيح يلس 100 150 جن 100 لغة للي نحن لدي لغة 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 C'est la masse totale C'est la masse de l'objet La masse totale Ou bien la somme des masses marquées Égale à la masse de l'objet C'est la masse de l'objet Donc Conclusion La masse de l'objet A peser Mise dans l'un des plateaux Est égale à la somme des masses marquées Qu'il faut mettre Dans l'autre plateau Pour faire revenir l'aiguille A la position d'équilibre à vide C'est que c'est ça La masse de l'objet C'est que c'est ça C'est un mèche de la classe C'est un mèche de l'objet C'est qu'on peut mettre en place Il faut mettre en place C'est que j'ai vu La méthode d'utiliser La balance électronique Ou la numérique Donc La balance C'est qu'on peut faire C'est qu'on peut faire C'est qu'on peut faire En marche Qui est en train d'un 0 C'est qu'on peut faire A la pression d'un 0 On peut cliquer sur le bouton La pression d'un 0 Et on peut faire C'est qu'on peut faire La indication de 0 أو يمكن أن نحساب أو يمكن أن نسعمل هذه البالانسة. بعد أن نضع لجسم فوق البلاتون أعطينا هنا واحد لفالور سورة الأكبر. كانت أفضل على افلالاً المساوزة rut الحالي م Cub Sc awareness رابع الشيخ المساوزة في المكان الميكže المساوزة في الأفلام التفضل جيل معه بعد اصالحها الإستدوان الت imagen ال внاخت‑م الأفلام المساوزة 신분 و البالانس إلكترونيك أعطتني 150.15 هاداره لمام أبجي هنا يرى الجسم هو نفسه هادي شنو فاقم بين هاد لفالوغ والفالوغ الأخرى الأخرى أعطتنا واحد لفالوغ اللي هي تقريبية فقط أما بنسبة الميزة الإلكتروني أعطني إن فالوغ أعطني واحد القيمة بالفاصيلة اللي هي بلو بخيسيز أو تقريبية لدينا أجد ممثو من أداء من التصويتين ويقفها للع revelة لنرى أجد المعبارة أجد الممثوين لدينا أجد المعبارة من م ممثوين ممثوين 1 مقـ 10 مـ جمـ 0 15 ميلي جرام اوفا 45 تون الان غادي نمشيو كومو مزيغي لماس دان لكيد او كيفا نقيسو كتلات جسم سائل كيموك نعرفو السوائل عبارة عن موائه يصون دي فلويد عندها خاصية دي الانتشار السيكول هتشعلاش بالنسبة للسوائل من كليناش نجيو نوضعوها مباشرة على الميزان هتشعلاشت كيموك نبغيون كيسو لاماس دان لكيد شنو كنديرو كنسعمو بالسعمال لبالانس الالكترونيك كننخدو الكتلة كننخدو الميزان دينا كنشعلو الميزان كيموك نبغيون بطن ولماش كنوضعو الكاس اينا اللي غادي نوضعو فيه السائل عبري يعني هنا كتشوفو انا كيتافيش كان الكتلة دي الكاس وهي فارغة وهي عشرة جرام كما كتشوفو منبغيث هاتشي كامل كنضغطو على هادلو بوتون هادا هادلو بوتون هادلو بوتون سباقلي هدرت لكم عليه قلت لكم انهو كيدير لاغميزة زيغو كيرجع الزيغو شتورة وخوض عالكاس هنا ولا كي افيشي ليا الزيغو يعني الكتلة دي الكاس مبغاش كتتحسب عندي فهاد لابالانس هاتشي علاج هنا يوم كنمشيو كنوضعو السائل داخل الكاس يعني فهاد الحالة هادشنو كيتحسبليا كيتحسبليا لاماس ديال هادك لليكيد اللي حتيت داخل اليناء يعني لاماس ديال لغي سيبيو مبغاش محسوبة غالو خويلة ميكانش عندي هادنا ميتو شنو ممكن ندير اذا قلت اذا بغينا نسعملو طريقة اخرى اولا يمكننا ان ناخدها لليناء نضعو فوق الميزان يقيس لنا الميزان بتبعية الحالة لكتلة اليناء ثم بعد ذلك نضيف السائل نضيف السائل داخل اليناء في هذه الحالة سوف تضاف كتلة السائل على كتلة اليناء وتعطينا وقد تعطينا هنا القيمة 60 جرام شنو هي العملية اللي هنديرو من بعد هي اننا ناخد هاد الكتلة اجمالية لعدنا اللي غزعتيني 60 هنا وليود 50 غزعتيني 60 جرام وشنو هنديرو منها غننقص منها كتلة اليناء يجب على إعجابها لإعجابها الـ 0 رمكة سى نختهر نختهر نحن enfad the stem موضع نختهر 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 اولا نعيد قياس الكتلة. كنلاحظو ان الكتلة لا تتغير بتغير الشكل. لان الاماس نشانج با لان الان نأتي الى نهاية الدرس ديانا ونهاية الفيديو. هذا كان الدرس ديال الكتلة. حاولنا في هذا الدرس هذا ان انا نعطى تعريف الكتلة كما قلت من قبل ان انا نهضر على او وحدات الكتلة. طريقة تحويل الوحدات وايضا عن طريقة قياس الكتلة بنسبة لجسم صنب وبنسبة لجسم سائل. مع استعمال يعني النوعي الميزة اللي هما البالانس غوبيع فالي البالانس إلكترونيك. نتمنى ان الشرح يكون واضح. نتمنى انها يكون الفيديو يعني يكون وصل يعني اكبر عدد النس ويكون استفدوا منو اكبر عدد النس وهذا هو هدا هو출 والاساسي وكنتمنى ان كل واحد مر مرور القرام على هاد الفيديو هادي انه نخلينا واحد جيم خلينا اتعليق لماذا لو. اللي كنلاحظ ملاحظة الكبيرة اللي كلاحظة هو ان عدد الناس اللي كي شوفو الفيديو مشي هو عدد الناس اللي كيدلو لي جام الفيديو. رغم ان اي واحد شاف الفيديو ضروري يكون السفد ولو القليل إذا اللي ما لا ما نخليش واحد البصمة ديتنا ما نخليش واحد الجن يعني لصاحب الفيديو كتشجيع لي أو اللي ما لا نخليه واحد الكومنتر إذا ما كانش مشجيع يكون على الأقل فيه ملاحظة أو أي حاجة أو أي مامسي يكونوا ديك خيتيك لهم يكونوا هدفهم أننا نحسنهم يعني المرضو دي نحسنهم الجودة ديال ديال وحسن ديال الفيديو ديال ما لا نصائح ديال ما نتقبله أي حاجة وأي كومنتر تحت راني كنشوفه ولا كان كيس يعني كان كيس سهل أن يكون عليه فيديو ولو أنه يكون كيس سهل أنه يكون عنده فيديو آخر أراه ممكن أن ندير فيديو آخر كيشرح لا مامشوز في حالة إذا كان عندي دي كومنتر اللي كتسأل على نفس النقطة أو على نفس المفهم ممكن نتمنى يكون مرة أخرى نتمنى يكون الشرح واضح وفي لقاء قديم فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر